اللي بيحسن ويصلح ويطور الموقف الاقتصادي بشكل حاسم هل اعترف لينا انه هو غلط في العشر سنين اللي فاته هل قال لنا ان اجراءاته كانت غلط هل قال لنا ان الاصلاحات الاقتصادية اللي خدها في 2016 ما كانتش صح هل قال لنا ان كل الطرق اللي استخدمها في التعامل مع الاقتصاد وملفاته المختلفة في مصر اثباتت فشلها هل احترمنا كشعب مصري هل احترم نفسه هل احترم التاريخ وطلق اعترف انه هو لا يصلح وانه هو انسان فاشل وانه تجربته تجربة حشاشين بنت ستين كذا زي ما عمر قديب كان بيقول الحقيقة ما قالش طيب انت منين عايزني اسدقك ان انت جاي تصلح منين عايزني اسدقك ان انت جاي تعدل منين عايزني اسدقك انك جاي تصوب بشكل نهائي المصاري الاقتصادي عندنا منين ازاي اسدقك فاكر انت اسمه ايه خالد الصاوي ولا مش عارف مين ما كان لأ صلاح عبدالله ما كان بقوله مش عارف ازاي اعمل ايه وانت نجستيلك كباريه في كان فيلم كباريه باين فانت ازاي ازاي عايز المصريين يصدقوك وانت خربت البلد وانت بهدلت الاقتصاد طيب اللي بيقول انه بيعمل اجراءات اقتصادية والمفترض ان احنا نصدقه هو بيفترض في نفسه انه زعيم الحشاشين فلما بيقول انا جاي اعمل اجراءات اقتصادية عباس كامل هيهز راسه زي يونس شلبي وبعده على طول وراءه رسالة السامسونج هتوصل فنعقت هيهز ومحمد الباس هيهز ومصطفى بكري واحمد موسى هيهز والناس كلها هتهز كويس فهو بيفترض انه بيقود الحشاشين في القلعة اللي فوق الجبل لحد هيعترض عليه ولا حد هيتكلم معه لكن عزيزي الولى حاجة سيء الذكر رئيس الحشاشين احنا مش بننتمي لطيفة الحشاشين احنا مش من الرعية بتوعك ولا من اتباعك اللي هم بيسمعوا ويطيعوا ليك اطلاقا احنا طالعين نقولك في وشك وحطين صورتك هنا طول شهر رمضان ان انت رئيس الحشاشين وبنقول لسيادتك ان الاصلاحات الاقتصادية اللي انت بتقولها انك جاي تاخد اصلاحات جديدة الحياة من الايام الاخيرة اثبتت انك بتاخد مش اصلاحات اقتصادية انك ماشي في نفس مصار التحشيش اللي انت كنتك تعمله بقى لك عشر سنين ما هي الاصلاحات الاقتصادية اللي بيتكلم عنها السيسي والمفترض ان انا وحضرتك نصدقها تعالوا نشوف مع بعض الراجل ده الاصلاحات اللي بيقولها عبارة عن بيع مية وسبعين مليون متر من اراضي مصر في رأس الحكمة للامارات سمعك يا اللي بتقولي ده مش بيع ده استثمارات حتى الان محدش قال ان هي استثمارات او نفا عملية البيع خلف الحبطور الاماراتي نفسه قال احمد موسى انا قلت لهم بيع كل حاجة والمستثمر اللي جاي ده مش هياخد الارض ويمشي فمعنى كده ان هي بيع زود قرد صندوق النقد الدولي بكل مشاكل الصندوق على مصر من 3 مليار ل 8 مليار اجراء اقتصادي رهيب جدا التحاد الاوروبي بيقدم مع حرب غزة بعض المساعدات المليارية 47 مليار دولار تزامنا مع حرب غزة اعلن السيسي اللي بيقولك احنا جايبنا نصوب المصاري يا جماعة بدء ترفيق المرحلة التانية من العاصمة الادارية الجديدة بمبلغ وصل الـ 240 مليار جنيه تغفيد الانفاق الحكومي على الصحة والدعم الاساسي للمواطنين وصل سعر الدولار لحوالي 50 جنيه واستمرار زيادة الاسعار واتكلمنا مبارح عن زيادة اسعار التزاكر بتاعت الاعدات الخارجية واسعار الدول المتوقعين انها تزيد هي دي الاجراءات الاقتصادية اللي الراجل ده بيقولك احنا جايين نصوب المصار هي بالضبط هذه الدحكة البلهاء دحكة بتقولك قد ايه الشخص ده انسان عديم الكارزمة وعديم الفكرة حتى انسان كاذب ومضلل رئيس للحشاشين بيتعامل مع الشعب المصري انه هم من اتباعه اللي بيسمعوا ويطيعوا لكن لا الحقيقة انه الشعب المصري خلاص يعني في قمة الغضب والزهق والدي لانه انت بتقول لنا انك بتاخد اجراءات اقتصادية وبتعيد نفس المشاكل مرة تانية لكن النهاردة السيسي كمان نخرج برة مصر شوية ونروح لقطاع غزة السيسي النهاردة تكلم للمرة الالف عن قطاع غزة واتبع سياسة كأنه تعالوا نسمع السيسي قال ايه اللي ممكن تبقى محتاجة لإعادة أعمار قطاع غزة يعني مخيفة جدا جدا وعدد السليل المطلوبة لإعادة الأعمار في القطاع لكن على كل حد احنا بنحاول ان احنا على الاقل نوخف هذا نزيف نزيف البشر ونزيف المنشآت ايضا وبنسع جدا لإدخال اكبر حجم من المساعدات انا عايز اقولكم ان احنا القطاع فيه حوالي 23 مليون انسان احنا حذرنا وقلنا ان الامر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة واستخدام غزاء كسلاح آخر في مواجهة مدنيين الأبرياء وده احنا حذرنا منهم من الاول خلص واحنا حرصنا وكنا دايما بنقول ان معبر رفحنا فتوح ومستعدين اي حجم من المساعدات يدخل عشان يعني يوفر لاشقائنا واحدنا في فلسطين او في القطاع يعني احتياجاتهم الأساسية دخلنا فيه مبادرة وتحالف وده احنا بنعمل اسقال من التائرات احنا واشقائنا في الامارات وقطر وامريكا وفرنسا ودولة كثيرة مش عايز يعني انسى حد لكن nhưngكل ده ارقام لا تساوي ابدا ابدا المطلوب انت عارف ان دي ارقام لا تساوي المطلوب انت عارف كويس ان انت مش بتعمل المطلوب انت عارف كويس ان معبر رفح المفروض يبقى مفتوح وانت تدخل المساعدات ما تستناش اسقاط جوي انت عارف كويس ان انت شريك في الابادة الجماعية وعارف كويس انك شريك في عملية التجويع اللي بتتم الآن ضد اهالي قطاع غزة انت عارف كل ده لكن انت بتمثل انك بتساعد